في عصر نبي الله العزير عليه السلام وهو أحد أنبياء بني إسرائيل كان يدعو الناس إلى العمل بالتوراة والتمسك بالوصايا العشر التي جاء بها موسى عليه السلام بينما كان أغلب القوم يعيشون حياة فاسدة يسودها الغش والكذب والخداع ستذهب اليوم مع سيدي عزير إلى حديقته الجو شديد الحرارة ونحن لازلنا في الفجر كيف يكون الحال عند انتصاف اليوم لا تتكاسل ولا تلعب في الطريق ونفذ أوامر سيدي عزير دون إبطاء هذه مدينة الموتى البشر يسمونها المقابر لا أحبها ولا أشعر بالاطمئنان فيها عندما وصل إلى المقابر قال عزير متعجبا من قدرة الله أنا يحيي هذه الله بعد موتها أخيرا ها هي الحديقة أرتح هنا حتى يجمع سيدي ما يشاء من العنب والتين أحس نبي الله عزير بحاجته إلى الظل وبحاجة حماره أيضا إلى الراحة وكان أقرب الظلال لهما شواهد القبور فذهب إليها هل يأكل سيدي الخبز الجاف المبلل في عصير العنب كان نبي الله عزير عليه الصلاة والسلام يفكر في أمر يحيره وهو أمر البعض كيف يحيي الله هذه العظام بعد موتها بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها كان على يقين من قدرة الله ولم يكن به شك فقط كان يتساءل في هذه اللحظة حدث أمر شديد الغرابة مات نبي الله عزير في مكانه مات بهدوء كأنما راح في نوم عميق ومات حماره بجواره دون أن يشعر أحد بهما فأماته الله مئة عام ثم بعثه هل سمعت بنبأ اختفاء العزير؟ نعم سمعت أنه لم يعد من ليلة أمس كثير من المؤمنين بالنبي عزير سيذهبون للبحث عنه هل ستذهب؟ لا لا لن أعطل تجارتي وعملي دون مقابل وأنت؟ سأكون معهم بالتأكيد هل ستبحثون في المقابر أيضا؟ يجب أن نفتش في كل مكان لكن دخول المقابر ليلا أمر مخيف معك حق سنكتفي بالنداء ولو كان نائماً فسيستيكذ ويرد علينا سيدي عزير سيدي عزير يا نبي الله لا أحد يجيب ربما كان مصاباً لا يقدر على السير ولا يقدر على الكلام أيضاً لا تضيع الوقت إنه ليس هنا هيا هيا نبحث في مكان آخر ومرت قرابة المئة عام على اختفاء نبي الله العزير ونسي أكثر الناس سيرته السلام عليك يا ولدي اذهبي يا جدتي من هنا صاحب القصر لا يعطي مالاً للمحتاجين رحم الله من كانت هذه أرضه اسمعي آيتها السيدة لقد حكيتي لي هذه الحكاية ألف مرة كان هنا مسكن نبي اسمه عزير ولكن هذا منذ زمن مئة عام مهما طالت السنين يا بني الأصل يبقى والخير يدوم أنت امرأة خرفة اذهبي بعيداً لماذا تريد ترضي من هنا إنني أنتصر عودة سيدي العزير أريد فقط أن أطمئن عليه وبعد مئة سنة عادت الحياة إلى نبي الله عزير ووجد أمامه كائناً من نور جليل قال له كم لبثت نائماً يا عزير أجاب لبثت يوماً أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام انظر إلى حمارك يا عزير تأمل ما بقي من تراب عظامه ثم انظر كيف يأمر الله الموتى أن يعود إلى الحياة انظر كيف يبحث التراب عن التراب ثم انظر كيف يكسوه الجلد انهض أيها الحمار الميت منذ مئة عام أمرك أيها الملك الجليل ما هذا؟ طعام سيدي على حاله لم يفسد كيف؟ متنا مئة عام تحول فيها جسدي إلى تراب وبقي عصير العنب على حاله كيف؟ نظر عزير عليه الصلاة والسلام إلى السماء ثم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قال كم لبثت؟ قال لبثت يوماً أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ولما عاد نبي الله العزير إلى القرية كان قد تغير كل شيء فيها يا جدتي أرجوك ابتعدي من هنا ولا تؤذينني بوجودك آه ما الذي يضايقك من مروري ببيت سيد العزير لم يعد بيت سيدك مات عزير منذ مئة عام ونسيه الناس هذا الحمار يذكرني بحمار سيدي كأنه هو يا إلهي ما هذه الريح الطيبة آه لكأن سيدي يقف أمامي ابتسم لها نبي الله قائلا أنا عزير أماتني الله مئة عام ثم بعثني حيا آه صوته لكن كيف لي أن أتأكد لم أعد أره لو كنت سيدي عزير نبي الله ادعوه أن يرد علي بصري دعا عزير ربه اللهم أعد إليها بصرها سيدي إنه أنت إنه أنت الحمد لله الحمد لله سأبشر الناس بعودتك هذا أمر لا يمكن تصديقه لا تنس أن العزير نبي والأنبياء تحدث لهم معجزات وما الذي يدرينا أنه أصلا عزير وليس رجلا مداعيا لقد دعا للعجوز فعاد إليها بصرها هذا ليس دليلا كافيا قد يكون طبيبا ماهرا أو ربما يكون ساحرا ما رأيك يا كبير الحكماء كان العزير يخبئ نسخة من ألواح التوراة في حديقة بيته بحث عنها أجدادنا وبحثنا نحن أيضا عنها فلم نجدها فإذا كان هو نبي الله عزيرا فليخرج لنا التوراة هذا هو الدليل الذي نقبله لماذا جلس الرجل وماذا يكتب؟ يقول إنه يكتب التوراة حتى يضاهيها بالنسخة المخبأة بدأت أثق به نعرف أن العزير كان يحفظ التوراة في صدره سامحنا يا نبي الله كان علينا أن نتأكد من شخصيتك لم يساورني شك لحظة واحد سبحان من يحي ويميت عاش العزير معجزة عجيبة سيدي ينهض لقد أتم الكتابة وكيف لنا أن نعرف أنها ألواح التوراة؟ هذا صحيح لن يوجد بيننا من يعرف التوراة انتظر إنه يشير إلى هذه الشجرة الكبيرة احفروا تحتها إنها الألواح ألواح التوراة نفسها نعم إنها التوراة التي ضاعت من صدورنا ما كنا سنعرفها لو لا سيدي أو زير نعتذر إليك يا نبي الله سامحنا يا نبي الله وانصحنا بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير رأى الناس بعث الموتى أمامهم وعاد إليهم نبي الله عزير عليه السلام وعاد علم التوراة التي أضاعوها وأهمل العمل بها لم يلتفت إلى كل هذا الخير وراحوا ينسجون الأساطير ويرددون الخرافات مدعين أن عزير بن الله تعالى الله علوا كبيرا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قول بأفواههم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل قاتله الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون نزلت سورة الكهف قبل هجرة بعض من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وفهم الصحابة حينها أن هذه الصورة سوف تؤهلهم لما هو قادم من تضحيات الفرار بالإيمان لذا كان للصورة وقت نزولها دور في التأهيل لما هو قادم من عضائم وشدائد من هذه القصص التي تحكي عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم معتصمين بربهم إلى أن آواهم الله في كهف نسيب إليه فيما بعد إنهم أصحاب الكهف الذين فروا بالإيمان من الطغيان والضلال وشهدت بإيمانهم آيات القرآن الكريم ويروى أن هؤلاء الفتية كانوا يعيشون في بلدة بالأردن وكان أهلها يعبدون الأصنام ويشيدون لها المعابد ولا يرضون أن يمسها أحد بسوء ويعاقبون كل من يكفر بها ولا يعبدها في هذا المجتمع الذي ساد فيه الفساد والضلال ظهرت هذه المجموعة من الشباب قلة قليلة حكمت عقلها ورفضت السجود لغير خالقها الله الذي بيده مقاليد كل شيء فتية آمنوا بالله فثبتهم وزاد في هداهم وألهمهم طريق الرشاد أخذ دين التوحيد ينتشر تدريجيا بين الناس الأمر الذي أزعج حكام هذه البلاد ولم يطيقوا تراجع عبادة الأصنام أمام انتشار دين التوحيد فعمدوا إلى التصدي لأتباع هذا الدين وإذائهم وتعذيبهم ورغم وحشيتهم فقد فشلوا في الحيلولة دون انتشار هذا الدين الجديد أي آلهة غليظة تلك التي يعبدونها وترضى عن قتل الإنسان لأخيه الإنسان الإله الحق لا يرضى بالظلم والقتل كأن العالم قد أصيب بالعمى إلى متى سنظل صامتين على ما يحدث يا مكسيميليان لا نملك إلا الصبر ولكن على أي الأحوال فإن مقامنا في هذه البلاد لن يطول ماذا يدور برأسك يا مكسيميليان قريبا سأطلعك على ما أفكر فيه لقد ثبت الله هؤلاء الفتية وصبرهم ودلهم على الحق والحقيقة فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وليست هي الأوثان ولا الأصنام لقد قلنا إذا شططا لو قلنا بمثل ما يقول قومنا ولا بعدنا عن الصواب نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا إلهي خرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ولا تجعل لهم علينا سبيلا اللهم ربط على قلوبنا وهدنا سبيلا الرشاد أنت الله الواحد الأحد رب الأرباب وخالق كل ما في هذا الكون سيدي ماكس مليال اقترب اقترب يا أخي مليخة أعتذر أني قطعت عليك الصلاة لا عليك ما الذي تحمله معك أحمل إليك بعض الحليب فأنا لا أملك غيره لزاك الله خيرا يا أخي سيحل الظلام يا سيدي ولابد أن أعود بأغنامي وأنا أيضا سأعود إلى داري رعاك الله يا سيدي سيدي دقيانوس ماذا وراءك يا جوليوس نبأ سيء يا سيدي ماذا هناك لقد حطموا تماثيل الآلهة التي بالمعبد الكبير من تجرأ وفعل هذا وأين كان حارس المعبد قتلوا يا سيدي اللعناة ستحل علينا إن لم نجد هؤلاء الخوانة انصبوا المشانق والصلبان أشعلوا المحارق لقنوهم درسا لا ينسى أيها القائد أنطونيوس فلتخرج من بينهم البالغين من الرجال أنت وأنت وأنت من يريد منكم أن يبقى حيا فليدل على الخوانة نفذ الأمر الآن سمعا وطاع إن هذا المجنون يقوم بمذبحة في حق الشعب إنها أوامري انتقاما للآلهة التي تحطمت عجبا ولماذا لم تدافع هذه الآلهة عن نفسها ماذا قلت الآن يا مارتنيوس ما سمعته يا أبي إنك تردد كلام هؤلاء المارقين إنني أردد كلام العقل يا أبي أنتم تعبدون آلهة صماء لا تضر ولا تنفع إذن فأنت منهم ولا أستبعد أن تكون أنت وآخرون من اقتحم المعبد وقتل حراسة ليتني كنت معهم مارتنيوس سأتظاهر بأني لم أسمع شيئا ولكن تأكد أني لن أتورع عن فعل ما يتوجب علي تجاهك إذا تم كشف أمرك أنت وأمثالك لقد صدق جوليوس في ظنه يا ماكس مليان ها؟ ماذا تعني يا سيدي؟ وأي ظن؟ الخيانة من داخل القصر سيدي أرجو أن لا تصدق كل ما يقوله هذا المدعو جوليوس لقد انكشف الأمر أمام عيني ولا أستطيع أن أنكره ماذا تقصد يا سيدي؟ إنه ولدي مارتنيوس؟ ماذا به؟ لقد أعلنها أمامي بكل وقاحة أنه يتمرد على الآلهة بل ويزدريها سيدي إنه ما زال صغيرا والشباب في هذا السن إنه يتبع دين هؤلاء العبيد المارقين ولا أستبعد أن يكون له يد فيما حدث بالمعبد الكبير كانت فكرة بقائهم في المدينة وتعريض دينهم للخطر تبدو فكرة مستحيلة ومن ثم استقر عزمهم على الخروج من المدينة وكان إيمانهم بالله وحرصهم على عقيدة التوحيد أغلى من بقائهم في بيوتهم ومن كل متاع الحياة التي نشأوا فيها لقد كان مارتنيوس أكثر شجاعة منه لقد تهور أخي ولم يكترث بالعواقب كم أخشى عليه من بطشي أبي يبدو أنه قد حانت لحظة الحقيقة والمواجهة تريث يا زوجي ولا تدفع أبي لأن يفعل ما لا يحمد عقباه وأنا لا أستطيع أن أفعل ما يخالف إيماني سيكون أبي ساعتها كالأسد الجريح ولن يتورى عن فعل أي شيء فلنرحل من هنا إذن اتركوني لماذا تأخذونني؟ إنني أصنع تمثيل الآلهة وأبيعها دعوني أنا لم أفعل شيئا دعوني قيدوهم هيا إنهم مارقون ويتبعون هذا الدين الجديد لا تأخذنكم بهم رحمة هيا لا تتكاسلوا أسرعوا هيا أيها الكسالة تحركوا أراك قد أخطأت عندما كشفت حقيقة إيمانك أمام أبيك يا مارتينيوس لم أعد أكترث بأية عواقب لقد دقت ذرعا بما يحدث أريد أن أجاهر بإيماني أمام العالم أجمع إلى متى نكتم إيماننا أيها الرفاق؟ ألسنا على حق؟ بلى مهلا يا رفاق لا نريد أن ننزلق إلى أية حماقات فالعيون تترصدنا ولن يتورع دقيانوس عن فعل أي شيء لو بقينا مع هؤلاء القوم فتنونا في ديننا وعذبونا نترك إذن هذه البلدة وما يعبدون وإلى أين نذهب؟ إن أرض الله واسعة وهذا ما استقر عليه عزمي أيضا ولكن علينا أن نكتم إيماننا حتى تحين اللحظة المناسبة للنجاة بديننا صمتا توقف ماذا هناك؟ هناك من يراقبنا ويتسمع لما نقول من هذا؟ إنه الجاسوس الذي يطلقه جوليوس إنه يسير خلفنا في كل مكان هل سمع شيئا؟ سأتولى أمره وأخرس لسانه إلى الأبد إلهي ساعدني يا إلهي إن الحيرة تملأني لا أدري كيف أصنع لا أريد أن يسجد وجهي لغيرك يا إلهي ألهمني سبيل الرشاد إن الظالمين يتحكمون في كل شيء متى ستكسر شوكتهم وتدمر قدرتهم اللهم لا تحرمنا رحمتك وقف بجانبنا يا الله في هذه المحنة وجاء اليوم الموعود يوم الامتحان والابتداء والنعمة اليوم الذي يحتفل فيه هؤلاء الوثنيون بآلهتهم المزعومة ويكتشف الحضور غياب ماكسيميليان ورفاقة فيومي أوديكيانوس إلى جوليوس الذي يتحرك مع جنوده إلى خارج المعبد وجاءت اللحظة الفاصلة بعد أن عزموا على فراق الوطن والأهل فرارا إلى الله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا خرج المؤمنون في جوف الليل يتقدمهم الراعي مليخة والكلب يسبقهم بمسافة لتأمين الطريق دخل الفتية إلى الكهف ليختبئوا فيه ويأووا إليه فقد كانوا في حاجة إلى مأوى يحميهم من الوحوش الكاسرة أو من أعدائهم فكان الحل هو الكهف لن نطيل البقاء أيها الرفاق نرحل من هنا قبل شروق الشمس أشعر بالضعب والنعاس وأنا أيضا لا أستطيع مقاومة النوم أقترح أن يبقى أحدنا مستيقظا كي لا يبغيتنا أحد اطمئن يا سيدي فكلبي سيقوم بهذه المهمة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا إن الله يلقي بالنوم على عباده للطمأنينة فألقى الله النوم على أصحاب الكهف فالنوم راحة للأجساد وطمأنينة للقلب لقد ألقى الله على الفتية هيبة فلا يراهم أحد إلا خاف وفزع منهم وهذا من فضل الله عليهم لحمايتهم من دخول أحد الكهف وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا مرت الأيام والسنون والفتية ما زال نائمين لم يستيقظوا وهنا تتجلى قدرة الله عز وجل حيث تطلع الشمس وتغيب وهم ما زالوا نيام يرعاهم الله بقدرته فيبقي أعينهم مفتوحة طوال تلك المدة لأنها إذا بقيت مغلقة تتأذى كما يقلبهم الله بقدرته حتى لا يصيب أجسادهم القرح والتآكل من طول مدة الاستلقاء والنوم وكانت الشمس كلما طلعت مالت عن الكهف باتجاه اليمين وعند غروبها تميل باتجاه الشمال حتى لا تتعرض أجسادهم لحرارة الشمس القوية وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومرت أجيال وأجيال ونسي الناس أمر الفتية النائمين في الكهف ومات الحاكم الطاغية وجاء بعده ملوك وتبدلت معالم المدينة تماما وتشاء قدرة الله تعالى أن يستيقظ الفتية من نومهم بعد مرور أكثر من ثلاثة قرون استيقظوا استيقظوا أيها الرفاق قدمي تؤلمني بشدة ترى كم من الوقت مضى علينا ونحن نائمون لقد انصر منصف الليل وأظن أن هذا هو الزمن الذي نمنا فيه أظن أننا نمنا أكثر من هذا ربما نمنا يوما بأكمله ولم نشعر بذلك نظرا لما حدث في الليلة الفائتة أشعر بالجوع الشديد حسنا من يحمل نقودا؟ أنا أنا أحمل قليلا من النقود ولكن من سيذهب لإحضار الطعام؟ إن وجوهنا معروفة وسينكشف أمرنا لو خرج أحد منه سأذهب أنا يا سيدي فإن أحدا لا يعرفني وأستطيع القيام بهذه المهمة حسنا تخير أفضل الطعام واحرص أن لا يتبعك أحد أثناء عودتك وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا تعجب الراعي عندما رأى المدينة وقد تغيرت معالمها فالبيوت غير البيوت وأناس لم يرهم من قبل رأى اختلافا كبيرا في شكلهم وملابسهم ومنازلهم وطرقاتهم يا إلهي لقد فقدت عقلي وغاب عني صوابي أين تماثيل الآلهة؟ وأين معابدهم؟ أين البائع؟ أريد طعاما بهذه الدراهم ما هذا؟ من أين لك بهذه الدراهم؟ من أين أنت يا هذا؟ هل أصبت كنزا من كنوز الأولين؟ أي كنزا يا هذا؟ أيها الناس أيها الناس لقد عثر هذا الرجل على كنز تعالوا لتروا هذه النقود التي معه تعالوا أيها الناس تجمع الناس حول الراعي المسكين وتدخل الجنود واقتادوه إلى الحاكم من أين أحضرت هذه النقود أيها الراعي الطيب؟ إنها من عهد الامبراطور إدريانوس هذه نقودنا يا سيدي لقد خرجنا بالأمس واختبأنا في الكهف فرارا بديننا من دقيانيوس يا إلهي أتكونون أنتم أشرف هذه الأمة؟ الذين فروا بدينها من الطاغية منذ أكثر من ثلاثة قرون أين مقامك الآن أيها المباركون؟ نحن نختبئ في كهف غائر في الجبال القريبة سوف أذهب معك بنفسي هيا تقدم الحاكم الجميع حتى وصل إلى الكهف وهناك طلب الراعي دخوله وحده إلى الكهف حتى يخبر أصحابه بما جرى كي لا يخافوا ويجزعوا إذا رأوا مجموعة من الناس تدخل عليهم فدخل وأخبرهم بما حدث وبعد أن علموا وأيقنوا قدرة الله أماتهم الله حفاظا عليهم من التعظيم وفتن الدنيا بعد أن علم الناس قصتهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلموا بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمان فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا كان نبي الله أيوب عليه السلام رجلا واسع الثراء أنعم الله عليه بنعم كثيرة وكان يحسن الشكر على النعمة وتعينه على ذلك زوجته الصالحة رحمة سامر خذ مني يا بني لا داعي الكل أمامه طعام وفين بفضل الله زيادة الخير أفضل اسمع يا بني حاول أن تتأكد أن أباك ينال شيئا من الطعام تعرفينه أكثر مني يا أمي لا يأكل حتى يتأكد من إطعام الضيوف أولا تفضل السلام عليك يا بني وعليك السلام يا عماه هل من خدمة أؤديها لك؟ إنني جائع وسمعت أن بهذه المدينة نبيا يقدم الطعام لمن يطلبه هذا صحيح ولكننا للأسف فرغنا الآن من الوليمة شرفنا في الغد إن شاء الله شكرا لك على كل حال انتظر يا سيدي أرجوك إن ولدي لم يقصد أبدا اذهب يا سامر واسبح أكبر كبش لدينا وأعد الوليمة في الحال لضيفنا الكريم لا داعي للتعب يمكنني أن أنتظر حتى الغد سمعك نبي الله أيوب وبكى قائلا أأبيت شبعان وفي بيتي ضيف جائع ثم أمرني أن أستبقيك يملك المال والحقول ثم ينتشغل بغريب طاعن في السن مثلي الملك لله وحده يا سيدي ما نحن إلا عبيد وإماء تفضل معي فنبي الله أيوب يصر على أن يخدمك بنفسه لماذا لم تحضر يوم أمس وليمة نبي الله أيوب يا حالك كنت مشغولا في التجارة طوال اليوم أنصحك ألا تضيع منك وليمة اليوم فالطيبات هناك كثيرة لا أفهم لماذا ينفق أيوب كل ثروته على إطعام الناس وكسوتهم وعلاجهم إنه يتقرب إلى ربه يا رجل هل تظن ذلك يا سيدي؟ بالطبع وإلا فلماذا يضيع ماله؟ من أنت أيها السيد؟ أنا تاجر من بلاد العجم لم تقل لنا رأيك في النبي أيوب آه لا داعي أفضل أن أحتفظ به لنفسي لقد شوقتنا أكثر لمعرفة رأيك أرى أن أيوب يتظاهر بطاعة الله وليس مخلصا في عبادته هذا أغرب رأي سمعت كيف؟ اشرح لنا أكثر إن الرجل الغني لا يضيره أن ينفق ماله ليشتري به مديح الناس لو كان أيوب فقيرا لعرفتم معدنه الحقيقي وقضت مشيئة الله تعالى أن يمتحن نبيه أيوب امتحان الصبر وبدأ السؤال الأول في ذلك وكان الامتحان الأول امتحان الحق حقول أيوب تحترق حقول أيوب تحترق أيها الناس أيها الناس أعينونا بالماء سلم يا رب الفتاة هيا بنا نساعدهم هل نلقي بأنفسنا وسط النار؟ معك حق إن أيوب نفسه ترك أرضه تحترق ولم يخرج من صلاته ليحاول أنقاذ ماله يا لها من كارثة ضاعت ثروة أيوب بأكمالها الآن نستطيع أن نحكم على حقيقة تدينه ستثبت الأيام لكم أنني على حق احذر يا سيد أن تلمسك النار لا تخف علي من النار بل أخاف على أيوب صاحب الأرض المحترقة ما كان ينبغي أن تخاطر بحياتك يا ولدي على هذا النحو إنها أرضي يا أمي بل هي أرض الله يا بني وما جرى فيها قضاء الله هل كان الأصوب أن أترك الأرض تحترق دون إنقاذها؟ بل الواجب عليك يا بني أن تحمي أرضك وتصونها وتمنع عنها الأزى والخراب وتحرص على إعمارها من جديد فقط لا تفرط في نعمة الحياة فهمتك يا أمي سأحاول أن أزيل آثار الحرق مع إخوتي ثم نبدأ في الزراعة مرة أخرى يحميك الله يا بني ويرعاك هل أبي بخير؟ الحمد لله لم تفارقه ابتسامة الرضا ليتك تقتدي به وتمنع هذا العبوس عن وجهك إنني حزين يا أمي على احتراق الأرض لا يحزن المؤمن إلا إذا أزنب أو فرط في جنب الله أما الدنيا فهي زائلة يا بني يا سيد حراني أين تذهب في جوف الليل؟ ذاهب لزيارة نبي الله أيوب لأواسيه لتواسيه وما الداعي؟ لقد فقد الرجل الطيب أرضه وماله لديه من الأولاد عشرة ويستطيعون إعمار الأرض وإعادة المال أضعافا يا لها من كارثة مروعة آه كيف مات الأولاد العشرة في يوم واحد؟ يقولون إن ساعقة هبطت من السماء وقضت عليهم جميعا هناك من يقولون إنهم مريضوا بوباء عجيب ششش اصمتي إن رحمة قادمة البقاء لله يا رحمة نعلم أن المصيبة كبيرة إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله استرد الحق وديعته والحمد لله على كل حال يا له من جبل صامت عمن تتحدث يا حران؟ عن نبي الله أيوب فقد أولاده العشرة ودفنهم بيده ثم نهض إلى صلاته وعبادته بينما كان نبي الله أيوب يصلي لربه ويسأله سلامة القلب كان الشيطان إبليس يبحث عن وسيلة جديدة يحارب بها النبي الكريم لن تذهب معي لنزور نبي الله أيوب ونحاول أن نخفف عنه ما هو فيه وماذا جرى له؟ ألا تعرف يا رجل إنه فقد ولده بعد ماله ما دمت معه صحته يستطيع تعويض المال والولد هذا صحيح الصحة أهم من المال وأهم من الولد ويوب قوي منفور الصحة لا تشعر أبدا عندما تراه أنه في سن السبعين أهو في هذه السن حقا؟ يبدو لي أصغر بكثير صفاء القلب ينعكس على وجه صاحبه ترق لحال أيوب وهو أفضل منك حالا ليتك تملك نصف قوته وصحته رحمة؟ أصحيح ما جرى لزوجك؟ نعم أصيب بمرض شديد لا ندري له سببا أعرف أنه يقوم في جوف الليل ليصلي والجو شديد البرودة ربما تعب لهذا السبب ليس مجرد برد إنه يتألم بشدة وبدلا من الصراخ يردد لفظ الجلالة في خشوع اهدئي يا رحمة لكل داء دواء ما يخيفني أن جلده يصق وكذلك أجزاء من لحمه إلى هذا الحد يا له من مرض شديد أهام أيكون معديا؟ لا أدري ولا يشغلني أن تصيبني العدوى أنا فداء له نصيحتي لك أن تكوني على حذر لا أريد أن أتأخر عليه ربما احتاجني في شيء أتمكثين معه طوال الوقت لخدمته؟ هذا واجبي وأقل من الواجب أرجوكم يا سادة كيف تطردون نبي الله من بيته ومن قريته؟ إنه رجل مريض ومرضه شديد الخطورة وسوف يؤذي القرية بأثرها تكلم يا سيد حوران قل شيئا ربما القوم على حق يا ابنتي فهم يمنعون الأذى عن أنفسهم وأولادهم نبي الله أيوب صار في أعينكم أذى عندما يشفى بإذن الله سيعود إلى بيته ونستقبله جميعا أهذا آخر قول لديكم؟ المصلحة تقتضي حماية المجموع حتى لا يتحول المرض إلى وباء وإلى أين نذهب؟ اذهبوا خلف تلك الجبال البعيدة إنها أرض مهجورة قد تسكنها الزئاب والحوش إذا كان زوجك نبيا بحق سيحميه ربه إنسان في هذا المكان الموحش السلام عليك يا ابنتي إنني طبيب ماهر في علاج الأمراض المستعصية كنت أجمع من هنا بعض النباتات النادرة أرجو أن لا أكون قد أزعجتك انتظر أيها الطبيب إن زوجي مريض للغاية وحاولت علاجه بكل الطرق دون فائدة ما هي أعراض المرض؟ لحمه يسقط من جسده ولم يبق منه إلا العزم والعصب هذه حالة نادرة لا يعالجها غيري أتوستل إليك أن تعالجه وسأعطيك ما بقي لدي من ذهب لا أحتاج إلى الذهب وإنما تخفيف آلام الناس هو أجري وثوابي بارك الله لك يا سيد الطبيب العلاج أن يقتل ذبابه ويطحنها ثم يركع أمام صنم لبعض الوقت زوجي نبي الله أيوب ويستحيل أن يقبل الرقوع لغير الله بل يجب أن يفعل ذلك إذا أراد الخروج من محنته الموت عنده أهون مما تقول ابتعد إنك إبليس رجيم كان نبي الله أيوب عليه السلام طوال هذه السنين يرقد من المرض ليس في بدنه عضو سليم إلا لسان يذكر الله وقلب ينبض بالصبر والإيمان يا حبيبي وزوجي وسيدي أنت نبي الله مجاب الدعوة فلماذا لا تدعو لنفسك بالشفاء؟ أجابها نبي الله أيوب إنه يستحي من طلب الشفاء خشية أن يكون اعتراضا على قضاء الله على الأنبياء أن يصبروا ويحمدوا الله على كل حال أعرف ولكنك تعاني من المرض منذ سنوات طويلة تعبنا من عدها قال نبي الله إن الله قد من علي بالصحة سبعين سنة ألا يكون من الأدب أن يصبر سبعين عاما مثلها؟ هل تنوي أن تصبر سبعين عاما كاملة؟ كلما ادخرناه نفس بات كل حلي وملابسي الزائدة ولا أعرف ماذا أصنع في الغد صديقتنا رحمة جاءت كيف تعرفتي عليها؟ وهي بهذه الملابس القديمة الخاشنة أرى أطراف ضفائرها الذهبية نعم كانت رحمة دائما أجمل النساء وأطولهن شعرا شعرها ينساب كخيوط الذهب السلام عليكم ليس معي نقود لأشتري شيئا يا رحمة وأنا لم آتي لأبيه إنما لأطلب العمل عمل؟ أي عملين؟ أستطيع حلب الماشية أو حياكة الملابس أو إعداد الطعام عندي جارية تعمل كل هذا لي دون أجرين لا يصح أن نتحدث هكذا مع صديقتنا رحمة إذن تحدثي أنت وحدك معها آسفة يا رحمة ليس عندي عمل يناسبك إنني في أمست الحاجة إلى المال ما رأيك أن تبيع لي زفيرتيك الذهبيتين؟ ما أخبار أيوب؟ ألا يزال على حاله؟ بكل تأكيد إنه لا يقدر حتى أن يذهب إلى الخلاء إلا وزوجته تمسك بيده يا لها من حياة صعبة في رأيي أن الموت السريع أفضل من هذا المرض لماذا لا ينعم عليه ربه بالشفاء؟ لابد أنه ارتكب ذنبا عظيما لا يغتفر ولهذا فربه يعاقبه عليه طوال حياته كلام معقول ولكن ترى ما هو الذنب الشديد؟ لقد كان أيوب دائما رجلا صالحا هذا في الظهر لنعرف ماذا يخفي علينا نعم صحيح الناس أسرار أيوب الذي ظنناه صالحا يرتكب أعظم الذنوب سمعت اليوم ما ألمني إنهم يتقورون عليك ويتهمونك في إيمانك قال لها نبي الله أيوب إنه لا ينشغل بما يقول الناس ما دام رب الناس غير غضبان عليه يعتقدون أن الله غاضب عليك ولهذا لا يمن عليك بالشفاء أثبت لهم أنهم كاذبون ادعوا ربك أن يشفيك غضب نبي الله أيوب من إلحاح زوجته وتدخلها في علاقته مع ربه لكنه لزم الصمت لماذا لا تجيبني ألا تسمعني أحس نبي الله أن زوجته قد تجاوزت ويجب تأديبها لكنه لا يقدر فقال لو شفاني الله لأجلدنك مئة جلدة أهذا جزائي يا أيوب تجلدني مئة جلدة لأنني أريد لك الراحة والشفاء سامحني يا رب باعت السيدة رحمة كل ما كانت تملك من حلي ومتاع وأجرت نفسها للعمل خادمة في البيوت لتجد ما تطعم به نفسها وزوجها رحمة لماذا جئتي متأخرة؟ عفوا تعرفين أنني أنتظر زوجي لأخدمه ثم آتي على الفور هذه الظروف لم تعد تناسبني أريد خادمة مقيمة أطلبها وقت ما أريد سأحاول التبكير فيما بعد يا سيدتي قلت إني لم أعد في حاجة لخدمتك وأين أذهب الآن؟ هذا شأنك وحدك يمكنني أن أستعير رغيفا من الخبز وأرده فيما بعد تعرفين أن لكل شيء ثمنا وهل عندي ما أقدمه لك؟ شعرك هذا المنساب كخيوط الذهب ما حاجتك به؟ شعر المرأة زينة لها الزينة أهم أم الخبز؟ لماذا استدعيتنا يا صعباء؟ لا شيء أردت أن أدعوكنا لتناول الطعام معي ستأكل الخادمة معنا؟ لا إنها ستبيع لي شيئا ما بكامل إرادتها أليس كذلك؟ تفضلي خصي ضفيرة التي اتفقنا عليها هل اشتريتي منها ضفيرة من الشعري؟ نعم مقابل رغيف كامل من الخبز وهل وافقت يا رحمة؟ لا أرغمها على شيء إن لم تكن موافقة فلتعترض أو تقاوم أين الخبز؟ تفضلي بالهناء والشفاء وخذي بعضا من اللحم أيضا هل تسمح لي أن أطعمك بيدي يا سيدي وزوجي؟ سألها النبي الكريم من أين أتت بالطعام؟ أخذته من امرأة في القرية لقاء عمل أديته له عاد النبي الكريم ينظر إليها وقد شعر أنها تخفي عنه شيئا سق يا سيدي أنا لم أفعل ما يغضبك مني ولا أتساءل الطعام أبدا بل دائما أعطي أكثر مما أخذ كل وأنت مطمئن نفيز الطعام من بيتي ما رأيك في ظفيرة جديدة؟ وقد ثبتها في رأسي كنت أسأل عن الطعام يا صعباء أنت الآن تملكين ظفيرة واحدة وأنا كذلك لا أحد فينا يستفيد بالظفيرتين معا أتقصدين؟ بالضبط تبعين لي الظفيرة الثانية لقاء المزيد من الخبز واللحم إنني لا أدري ماذا أقول حسنا فكري في الأمر الطعام موجود هنا في أي وقت موافقة أخذي ما تبقى من الشعر هكذا تقتضي الحكمة الطعام أجدى وأهم إنني أفعل هذا من أجل خاطرك فقط ليرحمنا الله وعادت رحمة إلى زوجة نبي الله أيوب لتطعمه وتخدمه أرجوك يا سيدي وحبيبي أن تتناول شيئا من الطعام فالجو شديد البرودة كل لأجل خاطري عاد نبي الله يسألها من أين أتت بالطعام؟ قدمت خدمة لنفس المرأة وأعطتني طعاما بمقابلها لاحظ النبي الكريم خوف زوجته فطلب منها أن تنزع حجابها إنني إنني عاد النبي الكريم يؤكد أمره لها لقد اضطررت لذلك لم يكن أمامي خيار آخر إما صحتك واستمرارنا في الحياة وإما زينتي سألها النبي الكريم لماذا لم تخبره بالحقيقة؟ خشيت أن ترفض بيعي لشعري وما كنت أحتمل أن أراك جائعا أرجوك أن تسامحني هناك نظر أيوب إلى السماء وهو يبكي ودعا ربه قائلا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا له من جو عاصف الرياح شديدة اليوم أخشى أن تفسد شعري شعرك؟ تقصدين شعر رحمة لقد صار شعري من اليوم اشتريتي الظفيرة الثانية انظري بنفسك الظفيرتان انتظري يا فتاة لا تذهبي بعيدا أين أنت؟ أين ذهب الظفائر الجميلة؟ لن أعود إلا بها ما هذا الصوت المخيف؟ دخلت رحمة إلى خيمتها فلم تجد نبي الله أيوب كان قد تحامل على نفسه وصار وحده إلى نهر بعيد نزل في الماء وشرب واغتسل فذهبت عنه كل القروح وخرج سليما معافا عندها وجد أمامه ثوبا من الجنة أيها الرجل الطيب ألم ترى زوجي؟ ابتسم لها نبي الله أيوب دون أن يرد إنه رجل مريض فيه شوهم منك ولكن عاد نبي الله أيوب بالابتسام قائلا ألم تعرفيني بعد؟ زوجي وسيدي نبي الله أيوب الحمد لله الذي شفاك وعفاك وردك إلى أفضل حال نظر نبي الله أيوب إلى السماء فوجدها تمتلئ بجراد من الذهب الخالص فأخذها يضمها إلى ثوبه ويكسر منها يا نبي الله ألا يكفيك ما أخذته من الذهب؟ قال لها نبي الله أيوب وهل يكتفي المرء من فضل الله؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكران العابدين لا أدري ما حاجتنا إلى القش ومعنا كل هذا الزهب ولكني لن أناقشك بعد الآن ابتسم نبي الله أيوب وهو يتناول منها أعواد القشر رفيعة يجب أن أذكرك يا سيدي بأنك قد أقسمت بتأديبي وجلدي مئة جلدة إذا ما شفاك الله قال لها النبي أيوب إن الله أرحم بنا من أنفسنا أمرني الله أن أضربك ضربة واحدة بأعواد القشر هذه فلا أوذيك وفي الوقت نفسه أكون قد أديت قسمي لم أشعر بالألم مطلقا أهكذا انتهى عقابي؟ كم أنت رحيم يا الله قال نبي الله أيوب الحمد لله الذي هدانا إلى مقام الصبر وأعاننا عليه وأرانا في دنيانا جزاء الصابرين إن أبانا أيوب ينتظرنا للصلاة حاضر يا أخي رحيم سأخبر بقية إخوتنا العشرة حتى لا نتأخر عليه أتعلم أن لنا عشرة إخوة آخرين ينتظروننا في الجنة بإذن الله؟ نعم أخبرتني أمي رحمة بذلك خير الله أبانا بين أن يعيد له أولاده العشرة أو أن ينجب غيرهم واختار أبيك عادته الاستزادة من الخير والشكر ها هي أمي تقف عند الباب أسرع يا أبناء أيوب فموعد الصلاة قد حان ولا يصح للمؤمن أن يتأخر عن ملاقات ربه واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب في مدينة غزة بأرض فلسطين ولد الإمام الفقيه العالم محمد بن إدريس الشافعي انتقد الشافعي مع أسرته وهو لا يزال طفلا إلى أرض الحجاز ليبدأ هذا الطفل الذي حفظ القرآن وهو في السابعة من عمره رحلته في طلاب العلم ما هذا الذي تحمله يا محمد؟ هذه مجموعة من العظام يا أمي عظام؟ ولم تأتي بالعظام للمنزل؟ إنني أستعملها كبديل عن الألواح التي يكتبون عليها لا أريد أن أرهقك يا أماه بثمن الألواح ولا أرغب أيضا في ضياع فرصة لطلب العلم سامحني يا بني كنت أتمنى أن أتمكن من مساعدتك ولكن يعلم الله أنني لا أدخل جهدا في هذا لا عليك يا أمي انظري ماذا أحضرت أيضا هذه رسائل مكتوبة يا محمد ماذا ستفعل بها؟ إنها رسائل لا يريدها أصحابها أخذها منهم وأكتب على ظهرها اطمئني يا أمي فهناك دائما طريقة للحصول على العلم وتدوينه كانت هناك بعض المشاكل تواجه الصبي من وقت إلى آخر ويكاد يفقد الأمل في إكمال رحلة تحصيله للعلوم ولكن أمه تلك المرأة العظيمة كانت ذكية بما يكفي لتنصح ولدها نصائح عظيمة ما الأمر يا محمد؟ المعلم يهملني ولا يهتم بي لأنني لا أدفع له أجر الدروس التي أتلقاها فهمت أنت تسأله كثيرا لتفهم ولا يجيب عن أسئلتك أليس كذلك؟ بلى عذرا يا أمي لا أريد أن أثقل عليك وأزيد إلى همومك هما آخر ولكنني بالفعل حزين بسبب هذا الأمر ولا أجد له حلا أنا عندي الحل ماذا؟ أحضر الدرس مع أبناء الأغنياء ولا تشعر المدرس أنك ستضيع وقته بالأسئلة واستمع لما يقول وافهمه جيدا وأنا واثقة من أنك ستستفيد من هذا الأمر وتستغله لصالحك ولما رأى المعلم ذلك أدرك أنه أمام فتى مميز وقرر أن يستمر الشافعي طالبا عنده ما دام يساعده في أمور التدريس أرى أنك سعيد يا محمد هل تسير الأمور في الدرس على ما يرام؟ نعم يا أمي شكرا لنصيحتك الغالية هل كانت مفيدة فعلا؟ نعم وقد تعلمت منها أمرين ماذا تعلمت؟ تعلمت الذل للعلم والأدب للمعلم بارك الله فيك يا أبني ولأن والدته كانت حريصة عليه فقد قررت أن تداخر مبلغا من المال تستعين به على تعليم ولدها ولأنها تعرف أن كل فروع المعرفة مهمة لطالب العلم فقد أرسلت الشافعية لإحدى القبائل في البدو ليتعلم أشعار العرب ونصحته بأن يمارس الرياضة حتى يشغل وقت فراغه ولذا سيصبح الشافعي عالما فقيها أديبا ورياضيا أيضا شاب مسلم يتمنى الكثيرون أن يصبحوا مثله كانت مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واحدة من أهم محطات الإمام الشافعي وقد تتلمذ على يد إمامها العالم مالك بن أنس أخشى أن أكون سببا في إرهاقك يا سيد مالك على العكس أنت طالب علم مميز تذكرني بشبابي كنت نهما للمعرفة مثلك هذه شهادة أعتز بها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي مالك لسؤال أرجو أن تجيبني عنه تفضل سلما بدلك بينما أنا أجلس مع بعض الأصدقاء كانت هناك حمامة تهدل من وقت إلى آخر وأزعجني صوتها للغاية فسألني أحد أصدقائي عن سبب غضبي فحلفت له بالطلاق أن هذه الحمامة لا تكف عن الهديل ما أسوأ ما فعلت ألم تسمعني أحذر مرارا من الحلف بالطلاق هذا ما حدث فهل امرأتي طالق الآن؟ أنت حلفت أن هذه الحمامة لا تكف عن الهديل والحقيقة أنها تكف من وقت إلى آخر ولا تستمر في الصياح طوال الوقت ولذا فامرأتك طالق للأسف هذا ما توقعته شكرا لك السلام عليكم أعتقد أن لي رأيا آخر في هذه المسألة ترى هل ألحق بهذا الرجل أم أتركه؟ أنا أنا واثق من رأيي ولدي الدليل سألحق به انتظر يا سيدي انتظر ما الأمر أيها الشاب؟ اعذرني سمعتك وأنت تسأل إمامنا مسألتك وأراك حزينا ما دمت قد سمعت السؤال فلا بد أنك سمعت الإجابة ولكن لا أظن أن امرأتك طالق فالقسم الذي أقسمته صحيح ماذا؟ الخطأ الذي ارتكبته هو أنك أقسمت بالطلاق ولكن لم تقسم على باطل بل قولك إن الحمامة لا تكف عن الهديل قول صحيح انتظر هل لديك دليل على ما تقول؟ بالطبع سيدي مالك سيدي مالك سيدي مالك ما الأمر؟ هذا الشاب يفتي أن امرأتي ليست بطالق أنت يا محمد نعم يا سيدي ومن أين لك بالعلم لتفتي فتوك هذه؟ منك يا إمام ماذا تعني؟ إنه حديث حدثتنا به وهو أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تطلب رأيه صلى الله عليه وسلم في رجلين تقدما للزواج بها منهما رجل يقال له أبو جهم فنصحها الرسول صلى الله عليه وسلم قائلاً أما أبو جهم فلا يضع العصى عن عاتقه أي لا ينزلها عن كتفه وهو يقصد بذلك أنه يضرب زوجاته كثيراً والحقيقة أن هذا الرجل لا بد أنه ينزل العصى عن كتفه ولكنها بلاغة الرسول في التعبير وهذا ما قصده هذا الرجل عن كثرة هديل الحمامة وكأنها لا تتوقف عن ذلك ما رأيك يا سيدي مالك؟ آه ألم تسمع؟ لقد جاءك بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم لا تكرر القسم بالطلاق مرة أخرى بالتأكيد لن أفعلها السلام عليكم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ولأن هارون الرشيد كان من تلاميذ الإمام مالك بن أنس أستاذ الشافعي فقد كان حريصاً على أن ينهل ابنه من نفس النبع الذي نهل منه نبع العلم وهكذا أرسل ابنه للإمام الشافعي وكان الدرس الأول الذي أعطاه الشافعي لابن الخليفة درساً عجيباً السلام عليكم يا إمام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنت إذن ابن الخليفة أليس كذلك؟ بلى حسناً حسناً ما هذا؟ لماذا؟ هذا هو درسك الأول لقد انتهينا اليوم من المؤكد أنك فعلت شيئاً أغضبه لا يا أبي لم أنطق بكلمة واحدة ربما سألك ولم تنطق فضربك لم يفعل نظر إلي وسألني إن كنت ابن الخليفة ثم ضربني دون سبب هذا أمر عجيب ولا يمكن السكوت عليه أطلب منه الحضور يا أبي واسأله لما فعل هذا لا يا بني لقد تعلمت من معلمي مالك بن أنس أن للعلماء قدرهم لا بد أن الإمام الشافعي فعل ما فعل لحكمه ولذا سأذهب إليه بنفسي أتعرف سبب زيارتي يا إمام؟ نعم، وقد توقعت هذه الزيارة وانتظرتها هل أغضبك ابني فضربته؟ لا، لم يفعل شيئاً إنه فتن حسن الأخلاق حسناً، أنا متأكد أنك لم تفعل هذا إلا لحكمه فهل لي أن أعرفها؟ تعال يا بني لقد ظلمتك وضربتك دون سبب أليس كذلك؟ بلى، وأريد أن أعرف السبب أنت ابن الخليفة وعندما تكبر سوف تصبح خليفة إن شاء الله ولقد دربتك حتى تعرف معنى الظلم فإذا كبرت، لا تظلم أحداً وهذا أول درس لك عندي وأهم درس يا إمام يا إمام، نحن كلانا من طلابك ولكننا بقعان في مشكلة وما مشكلتكما؟ أليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ من الأمور التي تصلح بها الحياة؟ بلى وما دمنا نملك تغيير المنكر باليد فلماذا لا نغيره ما دام لن يؤذي هذا أحداً؟ احكي له الحكاية كاملة سأخبرك يا سيدي كنا في السوق ورأينا رجلاً يريد شراء قلة بكم تبيع القلة؟ هذه، هذه قيمتها ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم؟ هذا كثير هناك من يبيعها في السوق بدرهمين فقط اذهب واشتري من عنده إذن، لماذا أتيت إلي؟ يا لك من بائع عنيد، حسناً سأحذر كل من في السوق كي لا يشتر منك أردنا أن نتدخل في الأمر، وهنا بدأ خلافنا أنا رأيت أنه من الواجب أن نمنع الرجل من فعله هذا فوراً لأن البائع ربما تضرر تجارته لو ذكر المشتري للزبائن بالسوء، وهذا ما فعلته أما رأيي فكان أن ننصح البائع نفسه بأن لا يطمع في ربح أكثر، ربما تسبب في خسارة أكبر، وهذا ما فعلته كلاكما على صواب، ولكنكما أخطأتما أيضاً ماذا؟ تصرف كما كان سببه ما فعله المشتري مع البائع، وأنه أراد أن يفضحه في السوق، هذا ما دفع كلاً منكما ليفعل ما فعله، ولكنكما تصرفتما بالطريقة نفسها التي اعترضتما عليها ها؟ آه؟ عفواً، لم أفهم يا سيدي لو أنني رأيت أحداً منكما يفعل خطأاً، فلن أواجهه أثناء الدرس، سوف أنتظر حتى أجتمع به وحدنا، وأنصحه حتى لا أحرجه أمام الناس باختصار، من وعظ أخاه سراً فقد نصحه، ومن وعظه علانية فقد فضحه، مرى بالمعروف وانهيا عن المنكر وانصحه لوجه الله، ولكن دون أن تحرجه أحداً السلام عليكم يا عماه وعليك السلام ورحمة الله ما لي أراك مهموماً وحزيناً إنه أخي يا إمام، يبدو أنه مصر على إزعاجي لم أستطع النوم طوال الليل، بسبب صراخه مع أبنائه أولاً ثم سهره مع أصدقائه حتى الفجر، يتضحكون بصوت عال ما الأمر؟ لماذا لا تراعي ظروف أخيك؟ وماذا أصنع له؟ إننا نعيش في زمن عجيب الأخ لا يريد لأخيه أن يستمتع ببعض الوقت في منزله ألست محقاً؟ أليس زمناً غريباً وعجيباً؟ العيب ليس في الزمان، بل في من لا يفكرون إلا في أنفسهم آه، نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهج ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا وليس الذنب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضاً عيانا إنه أخوك الكبير تذكر أنك سوف تصبح في سنه يوماً من الأيام لو أطال الله في عمرك وقد يصبح نومك خفيفاً مثله فعمل لمثل هذا اليوم في الدنيا من الآن وليوم أهم تحاسب فيه على كل ما فعلته آه، السلام عليكم مهلاً، مهلاً يا سيدي هل لي أن أسألك سؤالاً؟ تفضل كثيراً ما أراك تسير هذه العصى معك لماذا تمسكها دائماً؟ مع أنه من الواضح أن صحتك هو الحمد لله على ما يرام ولست بضعيف لتحتاج إليها آه، لأتذكر طوال الوقت أني مسافر تعلم الكثيرون على يد الإمام الشافعي ومنأ علمه الآفاق حتى أصبح من الآئمة الأربعة في الفقه الإسلامي وظلت بلاغته تأسر من يستمعون إليه حتى وهو يصارع الموت كيف حالك الآن يا إمامنا؟ أصبحت من الدنيا راحلة وللإخوان مفارقة ولسوء عملي ملاقية ولكأس المنية شاربة وعلى الله تعالى واردة ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها وهكذا توفي العالم الجليل التقي البليغ الذكي محمد بن إدريس الشافعي وهو في الرابعة والخمسين من عمره تاركا وراءه ما يزيد على مئة وأربعين مؤلفا في مختلف فروع العلم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير دارت عجلة الزمن وجاء وعد الله للمتقين بعد الطوفان ونجاة سفينة سيدنا نوح عليه السلام لم يكن على الأرض من البشر غير المؤمنين لم يكن هناك قلب واحد كافر في الأرض ومرت سنوات وسنوات مات الآباء والأبناء وجاء أبناء الأبناء ونسي الناس وصية نوح عليه السلام وعادت عبادة الأصنام وقد تم الأمر بنفس الخدعة القديمة صنعوا للناجين تماثيل لتخلدهم فإذا الأمر ينقلب إلى العبادة وفي مدينة إرم ذات الأعمدة التي وصفها الله تعالى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد عاش قوم عاد وكانوا أعظم أهل زمانهم في قوة الأجسام والطول والشدة ورغم ضخامة أجسامهم كانت لهم عقول مظلمة هل أعطت بناء بيت رجل فقير يدعى عص؟ بالطبع لا يا سيدي من الذي بنى له بيتا في يوم واحد؟ إن هود قد ساره بالأمس هود؟ أه؟ سمعت بهذا الإسم من قبل أليس هو راعي الغنم الذي يبحث عن تعاليم الأقدمين؟ إنه هو ويقال إنه رجل حكيم هذه عادته يا سيدي دائما يحب مساعدة الفقراء وإطعام المساكين مرحبا يا سيد هود ما هذه الغيبة الطويلة؟ قال هود عليه السلام كنت أشكو إلى الله حالنا وأدعوه أن يرشدني إلى الحق وجهك يتهلل بالنور يا هود هل تعرفت على أثر من تعاليم نوح؟ قال هود عليه السلام بل أنا على طريقه يا أخي أمرني الله تعالى أن أكمل رسالة آبائي آدم ونوح وأدعو قومي إلى عبادة الله الواحد يا بشران ارسلك الله نبيا إلى قومي هاد قال هود عليه السلام نعم وجئت أبلغكم بدعوة الحق وأنا آمنت بدعوتك يا نبي الله وأنا أيضا كلنا نؤمن بك أليس كذلك يا أختي؟ المهم هو رأي سادة الأقوياء وعلية القوم أما نح فمجرد فقراء ونساء ضعاف قال هود عليه السلام لقد بعثني الله رسولا إلى قوم عاد قويهم وضعيفهم غنيهم وفقيرهم الرجال منهم والنساء ولا فضل لأحد منهم على آخر إلا بتقوى الله هود سمعت عنك الكثير ولكنك لم تزل قصري من قبل ما الذي أردت أن تقوله لنا؟ أجاب هود عليه السلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما هذا؟ هل تريد أن تكون سيدا علينا بدعوتك هذه؟ عن أي أجر تبحث؟ قال هود عليه السلام أنا لم أسألكم أجرا أجري على الله وحده ولا أستبدره بالدنيا وما فيها وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون وما المطلوب منا إذن؟ قال هود عليه السلام أريدكم أن تتركوا عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع وتستغفروا ربكم وتتوب إليه وما الفائدة التي تعود علينا إن فهلنا ما تقول قال هود عليه السلام ربي يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ لَسْنَا فِي حَاجَةٍ رسول من بينكم يذكركم بآيات الله؟ نعم نعجب من هذا قال هود عليه السلام وَهَلْ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ نُوحِ إِلَّا بَشَرًا مِنْ قَوْمِهِ نُوح؟ أنا لا أذكره قال هود عليه السلام وَلَا تَذْكُرُ أَنَّ اللَّهَ اسْتَخْلَفَكُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحِ وَلَا تَذْكُرُ نِعَمَهُ عَلَيْكُمْ وَأَنَّهُ زَادَكُمْ قُوَّةِ اسمع يا هود لن نترك آلهتنا وآلهة آبائنا لمجرد كلام تقوله أنت بلا أي ذليل عليه قال هود عليه السلام أنتم تباهون بقوتكم وأنا أتحداكم بقدرة الله عليكم أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةِ فَاذْكُرُوا آلاء اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قالوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ إن أعداد المؤمنين تتزايد في كل يوم صحيح أن أغلبهم من الفقراء والعجائز ولكن دعوته تشكل خطرا على الآلهة ولماذا لا تغضب عليه الآلهة يا مزاحم وتعاقبه؟ نعم لكن كيف يا مولاي؟ أوحيت لي بفكرة رائعة يا سيد الأمير من أنت؟ واحد من حرسك المخلصين حسنا قل فكرتك ستجعل الآلهة العوالي تعاقب هود وتصب لعنتها عليه وهل الآلهة تقدر على ذلك؟ أقصد كيف تفعل الآلهة ذلك؟ فلتسمح لي يا سيد الأمير أن أشرح لك خطتي سنبدأ أولا بالدخو في وسط الفقراء وبعدها يا لها من فكرة رائعة سنقضي بها على هود وأتباعه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصرى إليه أفئذة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون يستمر الصراع بين هود عليه السلام وقومه وكلما مرت الأيام زاد قوم هود عليه السلام استكبارا وعنادا وطغيانا وتكذيبا لنبيهم حتى قالوا إن الآلهة غضبت على نبي الله هود وأصابته بالجنون بماذا يتحدث الناس في الأسواق والبيوت؟ أغلبهم يتحدثون عن إصابة هود بالجنون ويؤلفون الحكايات حول سفاهاته ولكن لا تنسى أن هناك قلة يزداد إيمانهم به كلما حاربناه يقول هود عليه السلام السلام عليكم يا قوم ابتعد عني أرجوك يقول هود عليه السلام ماذا بك يا رجل؟ ولا يريد أن يكون مجنونا مثلك لقد أصابتك الآلهة بسوء فأصبحت سفيه العقل يقول هود عليه السلام يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين وماذا تريد منا؟ يقول هود أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين إنه مجرد كلام لا تملك عليه أي دليل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين هم سمعتك تقول يوما إن الناس ستخرج من القبول بعد الموت ها؟ يقول هود عليه السلام هذا صحيح في يوم القيامة يحيي الله الموتى ويحاسبهم على أعمالهم تقول إننا إذا متنا وأصبحنا ترابا وعظاما سننهض مرة أخرى ها 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 يقول هود عليه السلام نعم أقول هذا وأنا على يقين منه إنما تدعيه مستحيل لا بعث من بعد الموت يقول هود عليه السلام رب انصرني بما كذبون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم عجيب أمر هذا الرجل يتهمه الناس بالجنون والسفاهة ويستمر في دعواته رغم ذلك إنه لا يجذب بكلامه إلا الفقراء المحرومين من نعيم الدنيا يمنيهم هو بنعيم الآخرة نعيم الآخرة أنا لا أفهم يقول يا سيدي أن هناك جنة سيدخلها المتقون بعد أن يقوم من الموت ومنذي يوجد في جنته يعجب الناس يقول إن في جنته قصورا وأنهارا وحدائق تملأها الثمار الطيبة وحريات الحسان حسناً سأصنع أنا بمالي هذه الجنة على الأرض ما أكثر الجوار والذهب وما أسهل بناء القصور ستكون جنتي أفضل من الجنة التي يتحدث عنها هود يا هود أنت تحكي للناس عن جنة بعد الموت بينما أنا جنتي في الدنيا ويمكنك أن تراها بنفسك أدعوك لزيارتها لتتحسر على ما تدعو الناس إليه أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين يقول هود عليه السلام لا تتكبر على الله يا أمير عاد ولا تتعجر العذاب أين هذا العذاب الذي تحكي عنه؟ يقول هود عليه السلام لقد وقع عليكم غضب من ربكم وسيأتيكم العذاب عما قريب بدأت الأرض في الجفاف ولم تعد السماء تمطر والشمس تلهب لمال الصحراء وكادت الناس تهلك من العطش أشعر بالنعطش الشديد تفضل يا سيد الأمير هذا خمر أريد ماء في الحقيقة إنه أقصد تكلم يا عمليق تعرف يا مولاي أن السماء لم تنطر منذ ثلاث سنوات والماء قليل سمعت أن الماء صار أغلى من الذهب في الأسواق ما دخلي أنا بهذا الكلام؟ أريد ماء لماذا لا تطلب من الآلهة أن تجعل السماء تنطر قليلا؟ طلبت يا سيدي ولكن يبدو أن الآلهة ما زالت غاضبة لوجود هود بيننا وجاء يوم فإذا سحاب عظيم يملأ السماء فظنه القوم غيما ماطرا فخرجوا من بيوتهم فرحين سحابة كثيفة والأمطار فوق رؤوسنا ها يا قوم لقد استجابت الآلهة لدعائي شكرا للآلهة على هذه السحابة المنطرة متى تمطر السماء؟ الجو شديد الحرارة بعد قليل تمطر السماء وتلطف من حرارة جو يا سيد شداد هل تأخذنا معك إلى الجنة؟ الكل مدعوون عدا هود الذي يهددنا بالعذاب قال هود عليه السلام وأنا لا أريد أن أذهب إلى أرض لا يذكر فيها اسم الله لا تكادر يا هود ولا تنكر الحقيقة لقد هزمت أنت وأتباعك وها هو الدليل قال هود عليه السلام عن أي دليل تتحدث؟ السحابة التي ستمطرنا بعد لحظات قال هود عليه السلام إن ما تراه فوق رأسك هو ما استعجلته من عذاب الله أنت تخدعني هذا غير صحيح قال هود عليه السلام سترى الآن بنفسك فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين تغير الجو فجأة من الجفاف الشديد والحر إلى البرد العنيف القارس بدأت الرياح تهب ارتعش كل شيء ارتعشت الأشجار والنباتات والرجال والنساء والخيام ارتعش الجلد واللحم والنخاع والعظام لا أقدر على الوقوف يا ناجد وماذا أستطيع أن أفعل لك أدعو الآلهة لتفعل أي شيء آلهة آية آلهة الآلهة هل نسيتها؟ إذها مجرد حجارة هل تسمع الحجارة أو تدرك ما يدور حولها؟ أنت محتال وأنت أحمق خدعت نفسك قبل أن أخدعك يا نبي الله ما الذي يجري من حولنا؟ أجاب هود عليه السلام آية من آيات الله تعالى ريح فيها عذاب أليم ولكن كيف لا نحص بالرياح وهي تهب من حولنا؟ قال هود عليه السلام آية أخرى نراها ونشهد عليها ينجي الله المؤمنين ويصيب الكافرين وحدهم بالعذاب إن أختي منهم يا نبي الله قال هود عليه السلام إنها ليست من أهلك لأنها لم تؤمن بالله لكنها أختي قال هود عليه السلام ليست دمه والصنة الحقيقية بين الناس لقد غارق واحد من أبناء نوح عليه السلام لأنه اختار طريق الكفر وقربه من نبي الله نوح لم يشفع له الرياح تهب على الكفار من زهمين كاملين متى ينتهي تعذبه؟ قال هود عليه السلام هذا أمر يعلمه الله وحده اشتد هبوب الرياح كانت الرياح تتبع الكفار حيثما ذهبوا وتطاردهم في القصور والكهوف وتشق الملابس وتمزق الجلد وتنفذ من فتحات الجسم وتدمره لا تكاد الرياح تمس شيئا إلا قتلته ودمرته وامتصت قلبه وجعلته كالرميم إنهم يعذبون منذ سبع ليال وثمانية أيام وأي عذاب؟ كافة كنت فقط أريد أن أعرف ما الذي يجري لأصحابنا من أهل عاد متى ينتهي هذا العذاب؟ لن ينتهي أبدا حتى إذا متنا سنعذب ونبعث لنحاسب ونعذب مرة ثالثة أنت تقول كلام هود وهل تذب علينا في شيء؟ أخبرنا بالعذاب وها نحن فيه ورغم كل ما رأوا من العذاب والآيات إلا أنهم أصروا على كفرهم وعصيانهم أغنع وصلت جنتي أخيراً جنة؟ إنها أشبه بالقبر رغم ما فيها من الذهب والجواهر فهي تغلو من الحياة يا ويلي ما هذا؟ إنه جسد مساعد عمليق كيف عرفت؟ عرفت من هذا الخاتم في إصبعه ولكن أين رأسه؟ وكيف لي أن أعرف؟ أيكون رأسه هو ذلك الرماد المحترق بجانبه؟ لا لا أريد أن يحدث لي ذلك أتوصل إليك أيها الرياح أنا لا أريد أن أموت وانتهى العذاب وأبيدت مدينة إرم كاملة بمن فيها ممن كفروا بدعوة سيدنا هود عليه السلام حتى ذهبت معالمها ولم يتعرف عليها أحد وكانت الريح هي عذاب قوم هود لقد انتهى اليوم الثامن من عذاب الكفار لا أكاد أميز شيئاً من آسار مدينة إرم أين ذهب كل شيء؟ لقد انتهت الأعمدة العالية وصارت القصور الشامخة مجرد تراب قال هود عليه السلام اغتر قوم بقوتهم وبمدينتهم إرم التي لم يخلق مثلها في البلاد ونسوا أن القوة لله وحده وأن الخير بيد الله وحده وهذا هو جزاء الظالمين وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ إنها سنة مولد إمام دار الهجرة وعالم المدينة مالك بن أنس وقد اهتم عمه نافع المكي به وكان أنس أبو مالك حريصاً على زرع حب العلم والتعلم في أبنائه ماذا يفعل من أدرك صلاة الجمعة بعد قيام الإمام من الركعة الثانية؟ يسلم مع الإمام ثم يصلي ركعته الجمعة لا إدراك صلاة الجمعة لا يكون إلا بإدراك ركعة منها فإذا فاتته الركعة الثانية يسلم مع الإمام ثم يتم صلاته ظهراً أربع ركعات إجابة النظر هي الصحيحة لم أكن أحب أن تتسرع في الإجابة يا مالك أأنت غاضب مني يا أبي طبعاً ليست هذه صفات من يريد الاستمرار في طريق العلم يا مالك أثر هذا الموقف في مالك ولكنه لم يضعف عزيمته بل على العكس جعله أكثر إصراراً على إكمال رحلته في طلب العلم فأنضى سبع سنوات يتلقى العلم من العالم الكبير ابن هرمز وكان أيضاً ينتظر الإمام نافعاً مولى بن عمر رضي الله عنه في الحر الشديد أمام منزله فإذا خرج للصلاة صاحبه مالك حتى ينهي الإمام صلاثه فينهل مالك من علمه وفقه وكان ممن لازمه مالك الإمام بن شهاب الزهري اليوم يوم العيد ولابد أن الإمام الزهري سيخلو اليوم مع نفسه قليلاً انظر هل هناك من يقف بالباب إنه مالك يا سيدي ذلك الفتى الأشقر أدخله إذن تعال يا مالك هل تناولت طعاماً؟ لا ولا حاجة لي بالطعام فأنا جائع لما هو أهم وما هو؟ جائع للعلم حدثني بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حسناً اكتب هذا يكفي اليوم ألن تخبرني بالمزيد؟ إذا استطعت حفظ هذه الأحاديث الأربعين فأنت من الحفاظ لقد حفظتها بالفعل ماذا؟ حسناً حسناً هاتي هذه الألواح أعد على مسامعي ما أخبرتك به من أحاديث انطلق مالك يقرأ الأحاديث وقد حفظها عن ظهر قلبه حتى انتهى من الأربعين حديثاً ما شاء الله أنت بالفعل من الحفاظ يا مالك أرى أرى أننا كسبنا عالماً جديداً وما هو إلا وقت قصير حتى على نجم مالك وملأت شهرته الآفاق بعد أن أخلص في طلب العلم ليبدأ في تعليم الناس وهو لم يبلغ بعد السابعة عشرة تعال أريد أن أسأل هذا العالم سؤالاً عالم؟ هل ضعف بصرك؟ هذا شاب صغير أعرف إنه مالك بن أنس ألا تعرفه أنت؟ بلى ولا أظن أنني سأهتم بأمره إن أصغر أبنائي أكبر منه تعال معي تعال معي إذن لتتأكد بنفسك من علمه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخبرني يا مالك ماذا يفعل من وجد مالاً في سوق ولم يستدل على صاحبه؟ رأيي أن يعلن عما وجده ويسأل عن صاحب المال مدة عام فإن مضى عام ولم يأتي صاحب المال فليتصدق بهذا المال فإن ظهر صاحب المال بعد العام فليخبره بمن وجد المال بما فعله فإن وافق صاحب المال وأراد الثواب فهو خير له وانتهى الأمر وإن طلب ماله فليرده إليه ولكنني سمعت من يقول أنه يمكنني أن أتاجر بالمبلغ واعتبره وديعة عندي متى ظهر صاحبه رددته إليه أنا لم أقل لك إنها فتوى فأنا لم أصل بعض إلى منزلة من العلم تؤهلني ولكني أقول لك رأيي فيما أعلم بارك الله فيك يا مالك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورغم سعة علم الإمام مالك كان يخشى الفتوى فلم يفت إلا بعد أن استشار أربعين عالما من علماء المدينة وبعد أن وصل سنه إلى الأربعين لا يؤخذ العلم من أربع سفيه يعلن سفهة حتى وإن كان من أعلم الناس وصاحب بدعة يدعو الناس إلى هواه وكذاب يكذب في أحاديث الناس وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به فهؤلاء لا أشكك في علمهم ولكن لا أحب أن يكونوا قدوة ومعلمين لغيرهم وهم مقصرون في علاج أنفسهم كان مالك يغتنم أية فرصة يستطيع أن ينصح فيها لله تعالى أينما كان وأيما كانت الظروف آه هذا كرسي من أجود أنواع الأخشاب إذا اشتريته الآن فتأكد من أن ابنك سيجلس عليه بعد سنوات طوال يحكي لأحفاده ذكرياته عن هذا الكرسي أحفاد ابني أتعني أنه سيبقى كل هذه السنوات؟ بإذن الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها هو عالمنا الجليل مالك بن أنس إنه أحد زبائني وأنا متأكد بأنه سيشهد بجودة صنعتي مرحبا بك أيها الإمام ما الأمر؟ هل اختلفتما على السعر؟ أعلم أن الأثاث الذي يبيعه هذا النجار غال بعض الشيء ولكنه يستحق وهذه شهادة مجرب إذا دخلت منزل الإمام مالك ستجد كثيرا من قطع الأثاث التي صنعتها بنفسي فلديه مكان مخصص لاستقبال من يأتيه من المسلمين فإمامنا مضياف وكريم ولم يشتكي من أسعاري أبدا الاختلاف ليس على المال يا سيدي ولكنني سمعت كلاما في حق هذا النجار وهذا ما يجعلني مترددا في الشراء منه أي كلام؟ تكلم أيها الرجل ماذا سمعت؟ هل هناك من يشكك في جودة صنعتي؟ بل يزعم بعض من أعرف أن السر في جودة الأخشاب التي تصنع منها هذا الأثاث يقول إنها مسروقة من أخشاب سفن الفرنجة التي هزمتها جيوش المسلمين في المعارك ماذا تقول؟ نعم يا إمام مالك هل أنت بالداخل؟ مرحبا يا عبدالله خيرا أنسيت موعدنا؟ اليوم يعقد والي المدينة اجتماعه مع العلماء والفقهاء والأدباء ولا يكتمل الاجتماع إلا بحضورك لم أنس بالطبع ولكن ما زال الوقت مبكرا ولكن الوالي قد أعد مأدبة فاخرة وأقترح أن تتناول طعام الغداء معه قبل الاجتماع ولكن لدي ما هو أهم؟ وما الأمر؟ ما هذه الآثار التي على أصابعك؟ ولماذا تشمر ذراعيك هكذا؟ لأنني أعمل مع أهل بيتي ماذا تعمل؟ أعد هذا العجين لنخمزه أنت بنفسك؟ وما المانع؟ اعذرني ولكنني أعرف أنك ميسور الحال ويمكنك إحضار خادم وأضيع ثواب خدمة أهل بيتي آه تتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم إذن؟ عليه الصلاة والسلام نعم ألم يكن في خدمة أهل بيته وأوصانا بذلك؟ حسنا سأسبقك إلى الوالي وسننتظرك في الاجتماع السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندما داع صيت الإمام مالك وزاد عدد طلابه قرر أن يبدأ في استقبالهم في منزله خاصة أنه مع تقدمه في السن كان يجد صعوبة في الخروج من منزله في كل مرة ترتدي ثوبا غير الآخر لماذا تهتم بمظهرك إلى هذه الدرجة يا سيدي؟ قبل أن تعقد حلقات العلم دائما ما أنصح من أنعم الله عليه أن يظهر أثر هذه النعمة عليه وأهل العلم أولى بذلك فينبغي لهم أن يظهروا النعمة على ثيابهم كان الإمام مالك يقوم بكل هذا إجلالا للعلم وخاصة للقرآن الكريم وحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وآخر حديث أقوله لكم اليوم هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كراء الأرض أي إيجارها فسئل صلى الله عليه وسلم ألا يجوز حتى إيجارها مقابل بعض الذهب أو الورق والورق هو الفضة فقال عليه الصلاة والسلام أما الذهب والورق فلا بأس به لكن لا يجوز أن تؤجر بستانا مثلا لشخص آخر مقابل حصة مما تطرحه أشجار البستاني من فاكهة لأن في هذا مخاطرة فربما لا تثمر الأشجار بعد إيجارها ولهذا وحرصا على حق المؤجر ينبغي أن يأخذ حق إيجار الأرض مبلغا من المال المتفق عليه سيدي الإمام مالك ما الأمر؟ اعذرني يا إمام أعرف أن حلقة اليوم مخصصة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنني قادم من سفر من بلاد المغرب وقد أرسلني أحد علمائنا هناك برسالة إليك إنها مسألة فقهية لا يعرف عالمون الرأي فيها ولذا طلب مني أن أسألك عنها وأن تفتينا فيها كان من أهم ما يميز الإمام مالك أنه حريص على الفتوى فلا يفتي إلا بعد أن يتأكد مما سيفتي به أخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي بهذه المسألة ولكني جئت من مسيرة ستة أشهر لأسأل عن هذه المسألة حسنا عد غدا لعلني أجد لها جوابا من صاحب المسألة التي سألني عنها أمس ها أنا يا إمام لا أعرف لهذه المسألة إجابة ليس على وجه الأرض أعلم منك وما جئتك من مسيرة أشهر إلا لذلك بحثت عن إجابة لها وصدقني لا أعرف الجواب الفتوى ليست أمرا هينا يا بني وينبغي للعالم قبل أن يفتي أن يعرض نفسه على الجنة والنار ويرى كيف يكون خلاصه في الآخرة فهمت يا إمام مرحبا بك يا أمير المؤمنين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كم اشتقت إلى الكلام معك يا إمام والانتفاع بعلمك أسأل الله أن يجعلني على قدر هذه المسئولية ولكن لي عليك عتاب يا مالك فلتعاتبني يا مولاي عندما أطلب منك الحضور لتجالسني وتنصحني تأتي دون إبطاء ولكن عندما أطلب منك الحضور لتعليم ولدي هارون وموسى لا تحضر فما الأمر؟ هل ترفض أن تكون معلما لأبناء الخليفة؟ لا يا مولاي ولكنني أرفض أن آتي لأعلمهما لا أفهم يا أمير المؤمنين العلم يؤتى إليه أن يأتي المتعلمون إلى أهله ولا يذهب أهله إلى الناس ليعلموهم صدقت يا إمام هكذا تعلمنا وهكذا نعلم أبناءنا هارون موسى أمرك يا أبي من الغد ستذهبان إلى حلقة الإمام مالك وبعد الحلقة تصحبانه إلى منزله فهذا هو إمامنا الجليل على الرحب والساعة يا مولاي أستأزنك في الانصراف يا أمير المؤمنين أيها القائد فلتذهب مع الإمام حتى الباب أمر مولاي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمرك عجيب أيها الإمام لم أرى أحدا يجلس مع الخليفة إلا وكان متوترا ويتصبب عرقا ولكني أراك دائما وقورا وهادئا وكأنك لا تخشاه لأنني لا أخشاه بالفعل أنا أحترمه وأحبه وأقدره ولم أخطئ لأخافه ترك الإمام مالك من بعده كتابا من أهم كتب العلم إنه الموطأ ومن هذا الكتاب أخذ الكثيرون علمهم